مرحبا كيفكم اتمنى تكونوا كلكم بألف خل معكم ريب من القناة رموشا فيديو اليوم تحدي قلبه لدى مأل لملكة التحديات ودائما اجيب تحديات غريبة وصعبة احاول اجربها فاليوم اخترت تحدي عجيب هحول الام اند امز لانيمي صراحة تحدي صعب بس سنقدي التحدي وكالعادة ارسم مواقفكم المحرجة ويلا نبالج تحدينا ونقرأ مواقفكم واول موقف بيقول مرة كنت في المدرسة وكان عندي نظارات وكنت احطها في علبة المهم يوم كان عندنا درس رياضيات ومعلمة تجي قلت انه لازم لبس نظارات لاني ما اشوف السبورة فدورت عليها بالشنطة وما لاقيتها وصرت ابكي وحزبتها ضاعت ورحت عند صديقتي وصرت ابكي وهي ضحكت وقالت انتي اصلا لابستها وانا تفشلت مدري كيفما حسيت اني لابستها حرفيا اول شي بيين عليك شطورة بالدراسة ومن كدر حماسك للحصة نسيت النظارات تدري انه انا دايما يصير فيني كده اقعد ادور على قلمي فاللاقيه بايده مرة كنت في المدرسة وانا واصحابي بنجري وانا وقعت ايدي والجلد تشال وصحبتي عملت لي الجرح واخد تهزيق من المدريتين وانفاضحت لا اله الا الله وحزب الله وانعم الوقت صراحة يعني ما فهمت انتي انجرحتي وتعورت المفروض الاساتدة يجيبون لك ممرضة عشان تطيب الجرح مو يعصبون عليك مرة كنت بالسوق وبعدين ماما قادت لي اروح اجيب عصير وصويت فيها طرزان يعني انط والوف بعدين طحت وكل الناس اللي صاروا يضحكوا واللي يقولوا بسم الله عليك وانا ما ادري اضحك على نفسي ولا ابكي من الفشلة تبت اسوي فيها الطرزان ابغى اقولك انه الطرزان ما بيطيح لانه متعود على القفز لكذا ما تقلدين حد وخلي كتابته وتحركي بشوي والحمد لله ما صار معك شي مو كويس مرة كنت صغيرة كان عمر 11 سنة في الصف الخامس الابتدائي كنت امشي في المدرسة كطالبة عادية وانا كنت ضيخة من الدرس مال الرياضيات فما شفت المعلمة وعثرت ووقعت على المعلمة وما اقولكم شبعتني سب وشتم وبالاخير انفاصلت المعلمة ورحت للصف المعلمة لا يجب ان تسوي كده لانك انت ماتحتي عن قصد لازم تطمئن عليك انه لا يوجد شيء انا مشتركة جديدة اهلا وسهلا بك ونورتي القناة وموقفك بيقول مرة كان اليوم الوطني التسعين مرة كنت العب بالمرجيحة وكنت ابغى انت فجأة بوف طيحت على ظهري قدامي الناس وما حد عبرني او ساعدني القهر يجهرهم انا قيت حرام لا يساعدك حد فقط فكرتني انه انا كمان كنت بشور وطيحت قدامي الناس فولا حد قام يساعدني بالعكس ضحكوا علي مرة زعلت وتفشلت هذا كل يوم السلام عليكم كان يوم من الايام طالعني الحديقة وفجأة انا ضعت في الحديقة واهلي قاعدوا يدوروني وانا كنت قاعدة اركض ابكي وليقيت مرتي شبه امي وبعدين رحت وحضنتها وبعدين هي دفتني وانا من الصدمة جلست في مكاني وما تحركت وبعدين جاءت امي وقالت الحمد لله لقيتك وقالت ليش مصدومة فقلت لقيت منك اثنين وبعدين امي قاعدت تضحكوا وهذا الموقف مستحيل انسا احب اقولك انه الحمد لله انك لقيت امك وكمان ما في لانه امك ما في زيها اي انتي لقيت واحدة بس تشبهها في الشكل مو في الحنان اذكر في يوم انا طالعة من الجامعة لقيت سيارة دخلت عليها كنت اعتقد انها سيارة ابوي فما انتبهت وطلعت لانها تشبه سيارة ابوي وطلعت لحد ما تفاجأت في مرأة تانية قاعدت تشوف فيني مصدومة فانا من الصدمة طلعت من السيارة وركضت من غير ما اتلفت موقفي هذا احسه شوي غبي موقفي موقفك مرة يفشر واضحك بس ما كان لازم تركضي اعتدري للمرأة عادي بس مرة ضحكني هذا الموقف وما اتمنى يصير مع اي حد أضحك محمد أضحك 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 عبد الله أضحك 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 هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاه! لقد تكبت قبل الكبير في السيارة كنت في الصيف وعلنام لم تعد هذه الأ Lean في الحصة written to me and I believed theynna she didn't pass you to the floor أتزل got me to go ahead of my position sometimes till the failure and the luck arch fyllل حتى قبلها ضحكت وكملت الحصة وعيوني شبه مقفلة لذلك السهر في وقت الدراسة ليس جيدا لكن هذه النومة التي تكون في وسط الصف لها صفة خاصة تعرفون هذه الضحكة التي تأتي في وقت الجد؟ جاءتني في وقت اللي جاء عندنا المدير والمفاتيش وتسألوني في الدرس والمشكلة أنا عارفة الإجابة فبتديت أجاوب شوي ويغلب علي الضحك وكمان رفكتي لما شافتني أضحك انفجرت من الضحك فما أقولكم إيش صار فينا أخذنا فصل لأسبوع وعقوبات بس ما أنسى هذا اليوم انت مثلي أنا كمان دايما يجيني الضحك في أوقات الجد بس قولينا بعد هذا الشي ما صرتي تضحكين في وقت الجد أو لسه بيصير معك نفس الشي دايبي مواقفنا خلصوا والحين قربت أخلص الرسمة متحمسين للنتيجة يلا أخليكم مع النتيجة وأتمنى أكون قد التحدي ويلا موسيقى 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 اشتركوا في القناة